قامت به كل من روسيا، أوكرانيا، بولندا وكوريا الجنوبية، العراق والسودان، تركيا وإيران. هو حذف السفر من العملة المحلية للخروج من مأزق اقتصادي، مثل التضخم وضعف قيمة العملة. عملية قامت بها عدة دول، ليأتي اليوم الدور على الجزائر، لكنه لحد الآن مجرد مقترح فقط، تقدمت به الكنفديرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين. تكلمنا في نوعا ما في المحور الثاني في دفتر الاختراحات اللي عملنا لعملات الكنفديرالية الجزائرية أرباب العمل المواطنين 62 اختراح لإنجاح المخطط للنعاش الاقتصادي بند من البنود اللي تكلمنا عليها في محاربة السوق الموازية هي تغيير العملة ولكن هذا كحل من الحلول القصوى، حقيقة آخر الحلول يمشي بها بعدما كل تمشي به السلطات، يعني حل من الحلول هو تغيير حقيقة العملة لمرأة أخرى لمحاربة السوق الموازية حذف السفر لإنقاذ العملة المحلية قد يكون حلا ناجحا لبعض مشاكل الاقتصاد لكن رفع قيمة العملة لن يكون دون تطوير الانتاج المحلية هو توسيع التواجد بالأسواق العالمية إذا أردنا أن نقوي فعلا قيمة الدينار فلابد أن نرجع إلى تقوية الاقتصاد الجزائري عن طريق تنويع الاقتصاد الجزائري نقوي قطاع السياحة، نقوي قطاع الإنتاج، نقوي القطاع الفلاحي وبالتالي يزداد الطلب على المنتجات الجزائرية ويزداد الطلب على الخدمات الجزائرية ومن ذلك يصبح الدينار الجزائري أكثر طلبا ويزداد قيمته حذف السفر من الدينار الجزائري يبدو شيئا جيدا من الناحية الشكلية فالدولار سيسوي أقل من 20 دينار جزائري والأورو لن يتجوز 23 دينار جزائري لكن في الاقتصاد هناك فرق كبير بين النظري والتطبيق وما نجح خارج الجزائر ليس بالضرورة أن ينجح بالجزائر